على متن طائرة عمانية نقل مواطن أمريكي إلى مسقط مصادر مطلعة لرويترز أكدت نجاح وساطة عمانية بالإفراج عن المواطن الأمريكي داني لافون بريتش المختطف لدى ميليشيا الحوثي منذ أكثر من أربعة أشهر وقالت المصادر إن الأمريكي المختطف نقل برفقة القيادي في ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام يعمل الأمريكي داني بريتش بشركة صافر اليمنية للنفط فيما تشير معلومات صحفية عن زواجه من يمنية ووفقا لمصادر رويترز فإن الحوثيين اختطفوا داني بعد أخذ أطفاله من المدرسة في سبتمبر من العام الماضي ليست هذه أول مرة يتم فيها الإفراج عن مختطفين أمريكيين في صنعاء فقد سبق أن أطلقت ميليشيا الحوثي سراح أمريكيا آخر في نوفمبر الماضي بعد وساطة عمانية لا توجد إحصائية دقيقة لعدد الأمريكيين المختطفين في صنعاء لكن مصادر إعلامية أشارت إلى أن ميليشيا الحوثي ما تزال تحتجز العديد من الأمريكيين لديها ويربط محللون بين وجود القيادي الحوثي محمد عبد السلام على متن الخطوط الجوية العمانية التي أقلت المختطف الأمريكي في يونيو الحالي وبين تزامن زيارة القيادي الحوثي العام الماضي مع الإفراج عن المختطف الأمريكي السابق وهو ما جعل السياسيين يتهمون ميليشيا الحوثي باستخدام الأمريكيين المختطفين لديها كرهائن بهدف التفاوض مع السلطات الأمريكية سعيا لتحقيق مكاسب سياسية قصة الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في اليمن تفتح الكثير من التساولات الغامضة عن طبيعة العلاقات الودية التي تربط مسقطة بميليشيا الحوثي والدور العماني الذي تلعبه مع واشنطن في الشأن اليمني وعن الصمت الأمريكي على مواطنيها المختطفين في صنعاء اشتركوا في القناة